السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة والتي سوف نتعرف من خلالها إلى ميزة جديدة تمت إضافتها مؤخرا على الواتساب وهي ميزة مفاتيح المرور أو الباسكي هذه الميزة التي تم إطلاقها مؤخرا أعلنت الواتساب عن دعم ميزة المفاتيح المرور المعروفة باسم الباسكي للمستخدمين على منصة الاندرويد هذه الميزة تمت إضافتها مؤخرا على حسابات الاندرويد هذه الميزة تمكن المستخدمين من الوصول إلى حسابتهم دون الحاجة إلى كلمة المرور يعني دون إدخال كلمة المرور وبالتالي تقدم بديلا آمنا ومريحا عن المصداقية التنائية والتي سبق وأن شرحناها عبر الرسائل النصية القصيرة يعني دون أن تتوصل برسالة قصيرة يمكنك أن تقوم فقط بإدخال باسكي ويمكنك بعد ذلك أن تقوم بالولوج إلى حسابك على الواتساب حتى لا يتم مثلا تجسس عليك أو سرقة حسابك أو اختراقه أو شيء من هذا القبيل بالنسبة لهذه الميزة الميزة الخاصة بها وهي تسمح للمستخدم الخاص بالواتساب على الأندرويد بالاعتماد على وسائل آمنة مثل الوجه والبصمة الأصبع أو النقش للوصول إلى حسابتهم يعني يمكنك أن تستخدم هذه الأشياء هذا يأتي بناء على توجيهات جوجل التي بدأت مؤخرا في تشجيع المستخدمين على إنشاء مفاتيح مرور الأمان لحسابات الخاصة بهم في السابق تم اختبار ميزة المفاتيح المرور في نسخة التجربية الخاصة بالواتساب والآن أصبحت هذه الميزة متاحة للمستخدمين العادين على المنصة الخاصة بهم أي منصة الأندرويد أو على هواتف الأندرويد بينما ليس هناك معلومات حالية حول دعم ميزة المفاتيح المرور على أجهزة الآيفون من المتوقع أن يتم إتاحتها للمستخدمين أندرويد خلال الأسابيع الأشهر القادمة يعني الميزة ليست متاحة على أجهزة الآيفون أو الأجهزة الأبل بصفة عامة ربما سيتم إضافتها مستقبلا ربما الله أعلم ولكن بما أنهم تم طرحها لأجهزة الأندرويد سوف يتم أيضا طرحها بالنسبة للآيفون لدعم ميزة المفاتيح المرور تمثل هذه الخطوة الصغيرة نحو تقليل الاعتماد على كلمة المرور التي يمكن أن تتعرض للصرقة أو الاختراق وبالتالي تعزز أمان حسابة المستخدمين هذا كان شرح تفصيلي للميزة الآن سوف نذهب إلى شرح العملي لكيفية تفعيل هذه الميزة على حسابك أو على هاتفك أنظرويد في البداية سوف تقوم بالدخول إلى حسابك على الواتساب على سبيل المثال أنا قمت بالدخول إلى حسابي على الواتساب الميزة غير متاحة إذا أردت أن أقوم إذا ذهبنا مثلا إلى الإعدادات على سبيل المثال أن ذهبت إلى حسابي في الواتساب قمت بالدخول إلى الإعدادات فالميزة غير موجودة لماذا لأن الواتساب الخاص به لم أقوم بعملية التحديث إذا أردت أن تظهر لك هذه الميزة يجب عليك أن تقوم بتحديث التطبيق الخاص بك الآن سوف تقوم بالذهاب مباشرة إلى بلاي ستور إذا كان يتوفر على أيتفك أندرويد بعد الذهاب إلى البلاي ستقوم بكتابة في محرك البحث الواتساب سواء كنت تستخدم الواتساب العادي أو البيزنيس أنا بالنسبة لأستخدم الواتساب بيزنيس سوف أقوم بعملية التحديث التطبيق عملية التحديد لا تحتاج إلى تعقيدات فقط يمكنك أن تقوم بالنقر على الوبديت تنقر على عملية الوبديت بعد ذلك سوف يبدأ معك في عملية تحميل بعد أن يتم التحميل مباشرة سوف تقوم بالعودة وتقوم بفتح الحساب الخاص بك فكما قلت فبالنسبة لكما قلنا تقوم بالنقر على الوبن بعد أن تقوم بالنقر على الوبن من أجل أن تقوم بفتح الحساب الخاص بك سوف تختار النسخة التي تستخدمها بالنسبة لأن تستخدم مواتساب الخاصة بالأعمال أو الواتساب بيزنس بعد ذلك سوف يفتح معك الواتساب الخاص بك مباشرة تذهب مباشرة إلى نقطة 3 المدوجدة في الأعلى سوف تختار الإعدادات بعد ذلك تتوجه إلى الحساب بعدما تتوجه إلى الحساب سوف تجد مفاتيح المرور بعد ذلك تقوم بالنقر على تفعيل المفاتيح المرور بعد ذلك مباشرة سوف تظهر لك تنبتق معك هذه النفذة تطلب منك أن تقوم بإنشاء مفتاح للمرور يعني سوف تختار مثلا باسولد خاص بك من أجل بعد ذلك سوف يصبح الآن سيصبح وجهك أو بصمة أسبوعك أو رقم التعريفي الشخصي مفتاح كلمة المرور الواتساب الخاص بك بعد ذلك مباشرة سوف تظهر لك هذه النفذة الجديدة سوف تنبتق معك هذه النفذة هل تريد استخدام قفل الشاشة لتشفير مفاتيح المرور هنا يمكنك أن تختار إلغاء أو يمكنك أن تقوم بعملية الاستخدام ويفضل أن تقوم باستخدام الميزة بعد ذلك تكون قد قمت بتفعيل مفاتيح المرور على الواتساب الخاص بك فكلمة ختامية بخصوص التحديث لا يجب خلط بين مفاتيح المرور وميزة الأمان الحالية التي تتيح لك استخدام وجهك أو بصمة أسبوعك أو رقم التعريفي الشخصي لفاتح الواتساب هذه الميزة تستخدم عند إعداد واتساب على جهاز جديد ما زالت الواتساب توفر المصادقة بواسطة كلمة المرور لذلك لا يزال لدى المستخدمين الخيار لاختيار التقليدي أو طريقة تقليدية إذا لم يكن متأكدين من استخدام مفاتيح المرور وتجدر إشارة إلى أن الواتساب بدأت توفر في طرح مفاتيح المرور لذلك قد لا تتوفر فورا للجميع من المفروض أن يكون لدى مختبر أندرويد بيطة الميزة بالفعل إلى هنا أكون قد انتهيت من الشرح أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نلأ إعجابكم لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة شكرا لكم على المتابعة إلى حلقات قادمة بحول الله